مثلت ثورة 30 من يونيو نقطة انتقالا وتحول كبيرا في حياة المواطنين وتحديدا في القطاع الصحي جاءت المبادرات الرئاسية والتي أطلقها رئيس عبدالفتاح السيسي لتصحيح مسار المنظومة الصحية والنهوض بها ورفع مستوى الخدمات الصحية من المرض والمعاناة إلى احترام آدمية الإنسان وضمان خدمة صحية لائقة هكذا كانت ثورة 30 يونيو نقطة انتقال وتحول كبير في حياة المواطن لا سيما على مستوى القطاع الصحي الذي تغيرت أوضاعه وشهد طفرة هائلة بقضائه على قوائم الانتظار والبيروقراطية خاصة في نظم العلاج وباتت ثورة يونيو بمثابة توقن جاهل علاج الأمراض التي أنهكت المصريين وتوفي على إثرها الكثير فجاءت المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتصحيح مصار المنظومة الصحية والنهوض بها ورفع مستوى الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها ومن بينها مبادرة مئة مليون صحة ومبادرة القضاء على فيروس سي حيث تم فحص أكثر من ستين مليون مواطن وتقديم العلاج بالمجان لاثنين واثنين من عشر مليون مريض علاوة على أن المبادرة امتدت لعلاج الأخوة الأفارقة والمقيمين على أرض مصر من ضيوفها من فيروس سي وتمكنت مبادرة إنهاء قوائم الانتظار من إجراء واحد وثلاثة من عشر مليون عملية جراحية كما تم فحص مائة وستة آلاف وثمانية وسبعين شخصاً في برنامج الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد الأولي كما وصل إجمالي الترددات على مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي إلى تسعة وعشرين مليون زيارة كما سهمت مبادرة الكشف عن السمنة والأنميا والتقزم لطلاب المدارس في إجراء خمسة وعشرين مليون عملية فحص أما مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديث الولادة تمكنت من فحص ثلاثة ملايين طفل وجاءت المبادرة الرئاسية لعلاج الأطفال مرضى الضمور العضلي لفحص أحد عشر ألفاً وستمائة وأربعة وثمانين طفلاً فيما تمكنت المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية من فحص مائة وثلاثة وعشرين ألف طفل من حديث الولادة كما كان لبرنامج رعاية كبار السن دور في فحص ثلاثمائة وتسعة وثلاثين ألف مواطن فوق سن ستين عاماً وفي يناير ألفين وتسعة عشر أطلقت مبادرة نور حياة لتقديم الخدمات البصرية لنحو مليونين مواطن والكشف على خمسة ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء مائتين وخمسين ألف عملية جراحية في العيون وإجراء ما يزيد على مائتي ألف تدخل جراحي مع العلاج والمتابعة للحد من ضعف وفقدان الإبصار هذا بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازمة وفي مارس ألفين وعشرين انطلقت مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وتم من خلالها فحص مليون وأربعمائة وتسعين ألف سيدة وبلغت تكلفة المبادرة مائة واثني عشر مليون جنيه فضلاً عن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية والتي ساهمت في فحص خمسة وعشرين مليون سيدة وتنفيذ حملات قومية للتطعيم ضد مرض شدد الأطفال وحملات قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية إضافة إلى فحص ثلاثة ملايين عينة لجميع الاشتباهات الخاصة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة وتوفير اللقاحات بالمجان للمواطنين كما تم إطلاق مشروعات تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة ألف ومائة وتسعة وثلاثين مستشفى بقيمة سبعة وعشرين مليار وخمسمائة وواحد وستين مليون وإنشاء إحدى وخمسين مستشفى وثلاثمائة وعشرة وحدات طبية بتكلفة اثنين وعشرين مليار ومائة وثلاثة وثلاثين مليون ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل كما تم تطوير مرفق الإسعاف من خلال أربعة وثمانين مشروعاً بتكلفة أربعة مليارات ومائة وتسعة وخمسين مليون جنيه وأصبحت الجمهورية الجديدة وجهة لاستثمارات التصنيع الدوائي وذلك استكمالاً لنجاحات استراتيجيتها لتوطين تلك الصناعة حيث كثفت الدولة من جهودها لتعميق وتوطين صناعة الدواء ويبلغ عدد مصانع الأدوية على مستوى الجمهورية مائة وسبعين مصنعاً خلال عام الفين اثنين وعشرين كما تعد مدينة الدواء التي افتتحها الرئيس السيسي في منطقة الخنكب القليوبية مركزاً إقليمياً لصناعة الدواء على أرض مصر وضمن أكبر المدن الدوائية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بينما تتراوح الطاقة الإنتاجية للمدينة الآن ما بين مائتين وخمسين مليون إلى ثلاثمائة مليون عبوة سنوياً وتهدف المدينة إلى تمكين المواطن المصري من الحصول على علاج دوائي عالي الجودة بأسعار مناسبة وتحقيق الأمن الدوائي وتجنيب المريض الممارسات الاحتكارية وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى وصول هيئة الدواء المصرية إلى مستوى النطق الثالث لتنظيم اللقاحات المنتجة محلياً والمستوردة لتصبح الهيئة مهيئة بذلك للإدراج في قائمة منظمة الصحة العالمية الخاصة بالجهاد التنظيمية المرجعية في العالم أصبحت مصر تمتلك نظاماً صحياً قوياً يضمن تقديم خدمة طبية على مستوى عال لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده الدولة حالياً في جميع المجالات